صحة وسعادة في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة الذي يأتيكم من خلال التعاون المثمر ما بين هيئة الصحة بدبي ومؤسسة دبي للإعلام والمتمثلة في إذاعة نور دبي هذه الإذاعة المتميزة ليكون هذا البرنامج نافذة تطلبها هيئة الصحة من خلالها على مختلف المؤسسات المجتمع وأفراده أيضا مستمعين اليوم عندنا الكثير من المواضيع اللي ما نطرحها لكن قبل هذا نتمنى أن تتواصلون معنا عبر سؤال المسابقة اليوم وهو حملة الدواء سلامة وعطاء يا ترى هذه الحملة هل هي تتعلق بالتخلص الآمن من الأدوية أم كيفية تناول الدواء أم خاصة بالنظام الغذائي الصحي يمكنكم الإجابة عبر رسائل النصية أربعة صفر صفر ستة والفايز معنا راح يربح إن شاء الله ألف درهم مقدمة من هيئة الصحة بدبي وبهذا المناسبة أنا أبغي أذكر الفايز معنا في الحلقة الأولى أظن علي إبراهيم لأن الحين ما استلم جائسته يتفضل معانا علي جائستك موجودة عموما نذكركم بسؤال مرة أخرى حملة الدواء سلامة وعطاء تتعلق بالتخلص الآمن من الأدوية أم كيفية تناول الدواء أم النظام الغذائي الصحي وأيضا بما أننا نتحدث عن الأدوية كذلك بالأمس أطلق معالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة مدير عام هيئة الصحة بدبي وكان برفقتها أيضا دكتور منصور العوى رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية مساء أمس في القرية الصحية للابتكار تطبيق دوائي الذكي الذي يتضمن العديد من المميزات والخصائص التي لا تتوفر في أي تطبيق مماثل على مستوى العالم إذن هذا التطبيق تعتزم هيئة الصحة من خلال مشاركتها بأسبوع الإمارات الابتكار كذلك إطلاق خدمات كثيرة في مجال الصيدلة والأدوية ولكي نصلط الضوء بشكل أكبر على هذا الموضوع أنا يسعدني تواجد الدكتور علي السيد معنا في الستوديو دكتور أنت مدير إدارة الخدمات الصيدلانية بهاية الصحة في دبي أول شيء أهلا بك وخلنا نتحدث عن تطبيق دوائي الذكي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبحكم الله بالخير أول شيء طبعا حبيت أشكر إذاعة نور دبي للإصطلافة وأتمنى كل التوفيق والسداد لبرنامج الصحة وسعادة وأتمنى للأخ محمود كل التوفيق في إن شاء الله هذه الفكرة التي تعتبرها فكرة رائدة وجيدة وابتكار وإبداع نتمنى أن تكون خدمة للمجتمع بخصوص تطبيق دوائي الذكي هو تطبيق يعني يعتبر من فريد من نوعه ما موجود في العالم لأن هذا التطبيق يخدم المرضى بحيث أن يكون المريض لما يجي للمستشفى يأخذ دوائه وعلى طول إذا كان الأبس الأبليكيشن عنده على الموبايل ينزل الدواء ماله على الموبايل ويبدأ يتفاعل المريض مع التطبيق ويتفاعل مع الدواء ويستفيد من هذه الخدمة في إنه يكون لتذكرار يذكر المريض من حيث أخذ الدواء ومن حيث متى استعماله أو إذا كان قبل انتهاءه كيف يأخذ الدواء الثاني نعم دكتور قد تكون عمليات التذكير فقط هذه متوفرة في بعض التطبيقات على المتاجر الخاصة بالهواتف الذكية لكن شو اللي يميز هذا التطبيق؟ التطبيق هذا اللي يميزه أول شيء طبعا باللغتين اللغة العربية واللغة الإنجليزية فممكن استخدامه باللغتين التطبيق هذا اللي يميزه أولا أنه يربط ملف المريض فيه في المستشفيات حيئة الصحة مع التطبيق بحيث أنه لما يأخذ أي دواء معين هو أو أي فرد من أفهل عائلته ممكن يشوفهم مثلا إذا أخذ دواء معين إذا المريض أخذ دواء معين دعنا نقول مثال أخذ دواء سكر ودواء ضغط وفيتامين واحد يأخذ الصبح واحد يأخذ مثلا صبح وظهر واحد يأخذ صبح وظهر بالليل ساعة ثمانية مثلا يطلع لي على طول المساج ويذكر يقول لي والله أنت تأخذ هذا الساعة ثمانية فما في تطبيق عالمي يعني لحد الآن أنه يذكر المريض ويربط معه المستشفيه يربط معه الملف ماله في المستشفيه فما في تطبيق عاليا متواجد بحيث أنه يعني يشبك المريض نفسه وعائلته مع ملفه الصحي هذه قدري دكتور لسؤال آخر يمكن هناك يعني فيها لا بأس فيها من المتعاملين مع الهيئة هم من كبار السن ممن لا يستطيعون استخدام هذه التطبيقات الذكية بأنفسهم للحصول على تنبيهات الأدوية الخاصة بها مثل ما ذكرت يا ترى هل هناك خاصية معينة في هذا التطبيق للتواصل مع بين أفراد العائلة ممتاز سؤال المهم جدا أن الشخص اللي ينزل التطبيق ممكن ينزل أولاده ممكن ينزل مثلا حال من كبار السن والده والدته أي واحد من عائلة فائلة من كبار السن ويتابع حالتهم الصحية ويتابع حتى أولاده يتابع مثلا ولده الكبير أو أصغر أو بنته يتابع ويعرف مثلا هذا كل واحد فيهم الحالة الصحية ومتى يأخذ الدواء فيتابع سواء كبار السن اللي عنده في العائلة أو صغار السن اللي هما ما عندهم إمكانية أن يشوفون التطبيق أو يتعاملون مع التطبيق فيتعامل معهم وممكن يعني يتواصل مع حالاتهم الصحية وما يأخذهم من أدوية معينة ممتاز نحن نحب نذكر مستمعين أن باب التواصل معنا عبر الهاتف مفتوح لكم لأي مداخلة مع الدكتور علي السيد على الرقم 655-14-14 دكتور يعني الأدوية اللي يتم صرفها من خارج صيدريات الهيئة هل يمكن إضافتها كذلك لهذا التطبيق للحصول على سجل متكامل للمريض؟ طبعاً خصائص إحنا ما تكلمنا عن خصائص كاملة خصائص هذا التطبيق أنه هذا جزء من خصائصه أنه يعني يذكر المدوية الأدوية اللي موجودة عنده في ملف المستشفى في الملفات هيا بس هو ممكن إضيف دواء أو دوائين أو ثلاثة أو عشر أدوية مما يأخذهم من القطاع الخاص هذا الشيء واحد ثاني الشيء أنه التطبيق ميسته أنه هو مش بس أنه يعني يتعامل مع مثلاً في المستشفيات أو مع المريض لا هذا التطبيق طبعاً إذا أخذ نفس المريض هذا وصابه مع الدكتور خاص اليوم المريض ما حافظ أدويته ما حافظ شو يأخذ شو الأدوية اللي يأخذها فممكن يطلع الدكتور الخاص وقل له أنا أخذ الأدوية هذه ممكن يجي المستشفى وقل له أنا هذه الأدوية اللي أخذها عندكم في المستشفى وهذه أدوية نزلتها أخذها في القطاع الخاص إذن نعم المريض يستطيع أن ينزل أي دواء هو يأخذه بالإضافة أنه مش بس الدواء هو حتى ممكن ينزل صورة الدواء يعني كيف شكل الدواء ينزل على الأبس طيب هذا يقودني دكتور إلى مسألة أنه هل المريض هو اللي يتحكم بتنزيل الأدوية على التطبيق فيه آلية معينة ما بين المريض والطبيق اللي ينزل من المستشفيات نحن في الهيئة لا هذا ما يتحكم فيها المريض لأنه هو ما يأخذها ما ينزل في نظام المستشفى في ملف الإلكتروني للمريض ينزل على طول على اللابس لكن هو مثلاً ممكن يطلع على صيداني يأخذ دواء معين يأخذ مثلاً دواء عشبي يأخذ سيئن دكتور خاص ينزل دواء معين فهذا كلها ممكن هو يضيفها هذا يتحكم فيها المريض يعني فيه جزئية له في القطاع الخاص هو حالياً في النسخة الأولى هو ينزلها النسخة القادمة إن شاء الله بيكون فيها تطبيق وبس توضيح يعني المريض ما يقوم بتنزيل هذه الأدوية من مخها يعني لأبناء على وصفات الطبيب إذا كان زاير طبيب خارج الهيئة وبعدين هو طبعاً إنزال الدواء ما بيكون فيه خطأ ليش لأنه هو ما فيه طباعة فيه اختيارات يختار دواء ويختار شكل الدواء فيطلع الدواء وشكله ولون العلبة وشكل العلبة وهذه فبيكون كل الأشياء يعني هو يطابق ما هو على اللي ينزل عنده في يده العلبة مع الدواء نفسه فمع شكل الدواء في الموبايل فيطابقهم مع بعض طيب هل هناك يعني فيه خدمة للتواصل بين المريض أو المستخدم مع الصيدلاني نفسه وكيف يقدر يحصل الإجابات على هذا طبعاً بس قبل لأجاوب السؤال هذا أخ محمود فيه جزئية ثانية أن المريض مثلاً إحنا اليوم يصرف ليدر أدوية الدكتور قاتب له مثلاً ستة شهور في هيئة الصحة بس القانون إحنا نعطي ثلاثة شهور أو مثلاً قاتب ثلاثة شهور وأخذ دواء لمدة شهر وبعدين قال له تعال بعد شهر فهو هذا يذكر المريض يعني سوله بعد قبل لا ينتهي دواء بسبوع يطلع له ألرت يطلع له مسيج يقول له دواك مثلاً المؤين الفلاني أنت بينتهي بعد أسبوع راجع المستشفى وأخذ الدواء من المستشفى فهذا جزئية ثانية أنه يخليه ما يخليه يعني الدواء يخلص عنه ففيه متابعة لحالته وفيه متابعة بحيث أنه يخلص عنه الدواء ما ينسى الدواء فيها عين بعض المرضين ينسون هذا جزئية واحدة مهمة جداً جزئية ثانية أنا أتكلم عن القاعدة بس بجزئية ثانية المريض اليوم ما حافظ أدويته يسيري الدكتور في القطاع الخاص يقول له أنا أخذ أدوية الدكتور يقول له أخذ دول اللون البيضة اللون لزوك اللون نحمة دول هذي لصفة فيوصف له بس لما يكون عنده على الموبايل الأدوية اللي هو في الملف ممكن أن يسيري الدكتور في القطاع الخاص يقول له أنا أنا أخذ الأدوية هاي دول الضغط الفلاني دول السكتور فالدكتور يشوف الملف الإلكتروني مألف ملف الدوائي فيتفادى إعطاء أدوية مشابهة ويتفادى إعطاء أدوية يعني تتفاعل معها الأدوية معناته يعني يقوي ويحمل مريض يعني يحسن من سلامة المرضى بحيث أنه ما يخلو الأدوية مضادة أو متفاعلة أو مشبيهة فهذه حماية للمجتمع حماية للمرضى لسلامة المرضى دكتور أنا بكمل معاك الجزية ثانية سامحني بس بقاطعك لأن المخرج الأستاذ نمر يأشر لي على فاصل بس قبل فاصل الأستاذ نمر بس إذا تسمح لي أذكر بسؤال المسابقة اللي هو يقول حملة الدواء سلامة وعطاء تتعلق بالتخلص الآمن من الأدوية كيفية تناول الدواء أم النظام الغذائي الصحي الاختيار الأول تخلص الآمن من الأدوية الاختيار الثاني كيفية تناول الدواء الاختيار الثالث النظام الغذائي الصحي يمكنكم رسالة الإجابة على أربعة صفر صفر ستة ويمكنكم ربح ألف درهم مقدمة من هيئة الصحة احتفالا بسبوع الإمارات للابتكار فاصل ونرجع لكم صحة وسعادة أهلا بكم مرة أخرى مستمعين الكرام في برنامجكم صحة وسعادة ونتمنى إياكم كلها إن شاء الله تكون صحة وسعادة نذكركم مرة أخرى بسؤال المسابقة حملة الدواء سلامة وعطاء تتعلق بالتخلص الآمن من الأدوية أم كيفية تناول الدواء أم النظام الغذائي الصحي يمكنكم رسالة الإجابة على أربعة صفر صفر ستة وأيضا يمكنكم الاتصال على ستمائة خمسة وخمسين أربعة عشر أربعة عشر للمشاركة في هذا الحوار وإذا عندكم أي سؤال توجهونا لضيفنا في الستوديو الدكتور علي السيد مدير إدارة الخدمات الصيدلانية بهيئة الصحة بدبي دكتور كنا قد توقفنا عند الحديث عن تطبيق دوائي وبالتحديد عن الجزئيات الخاصة بهذا التطبيق يا ترى نستكمل معاك الحوار في هذا الموضوع وإضا عندنا مجموعة أسئلة يعني كانت تهيثنا قال أمرك أخ محمود أنت سألت سؤال عن قاعدة البيانات نعم الدوائي يعتمد على قاعدة بيانات قوية جدا وطبعا تحدث بشكل مستمر على طول يعني بشكل يومي التحديث فيها قاعدة البيانات وشي ثاني أن حتى سجل المريض نفسه يحدث بعد كل زيارة ليه؟ يعني كل ما يجي المستشفى يحدث السجل المالي فهو سجل المريض الدوائي محدث بشكل يعني على كل حضور المستشفى زائد قاعدة البيانات تكون قاعدة قوية جدا وشاملة ومعتمدة على أخصائيين خاصين في هذا المجال كان عندنا سؤال دكتور أن يتحدث عن هذا التطبيق من خلال هذا التطبيق هل أنا أقدر أعتمد التطبيق مع الصيدلاني كرشتة خاصة بالأدوية؟ هو أكبر من رشتة هو عبارة تقرير يعني إحادة المريض كاملة ممتاز يبين للفدواء مثلا واحد من الأشخاص اللي منزل نفس التطبيق على الموبايل يطلع على الصيدلاني ويقول له أنا هذا أدوية اللي آخرها هذه الدواء الأدوية اللي آخرها هاي كلها فالصيدلاني هنا طبعا أو صيدلاني أو الطبيب حتى بما فيه الطبيب وصيدلاني ممكن يقول له أنا والله ممكن آخر الدواء معين الصيدلاني أو الطبيب ممكن يقول له والله فيه تفاعل أو ما ممكن تأخذ هذا أو فيه تطابق أو فيه تشابه أو فيه يعني فكل هالأشياء توقف طبعاً تحد من أخذ أدوية غير لازمة أو من أخذ أدوية منكم التتفاعل سبب عرض جانبية تأدي إلى طبعاً تحسين سلامة المرضى وحمايتهم من أي أدوية قد تكون سامة لأننا نتحدث عن أدوية أدوية عبارة مواد كيميائية إذا تم إساءة استخدامها شو تتحول إلى مواد سامة فاستخدامها الآمن واستخدامها السليم للمرضى حماية المجتمع والله دكتور نحن في البيهت دائماً تكون في صيدلية عند خاصة كبار السن عندهم صيدلية خاصة فيهم ومبروحهم دكاترا يوزعون الأدوية من يسار وهذه طبعاً مشكلتنا لا يوجد أحد عند الترخيص أن يعطي أدوية لأشخاص ثاني لأنه لا يمكن شخص الحالة قد تكون الحالة شبيهة لكن الدواء غير مطابق لهذا الشخص ومن واقع الخبرة عن كبار السن دائماً يتصرف بهذا التصرف وهذا تصرف خاطئ يا جماعة الخير لا تأخذون أي دواء من غير استشارة الطبيب دكتور خدماتكم في إدارة الخدمات الصيدلانية مميزة وفيها الكثير من المواضيع لكن قبل ما ننتقل إلى هذه الخدمات دعنا نتكلم عن أنه بالنسبة للتطبيق أنت ذكرت أنه ممكن التفاعل ما بين الأدوية تفاعل الأدوية هذا ممكن يؤدي إلى بعض الجوانب اللي ممكن تكون سيئة على حالة المريض لكن هذا التطبيق ممكن أنه يتضمن بعض الرشادات والتحذيرات استخدام الأدوية وتفاعلها وأعراضها الجانبية وطرق التخزين الخاصة فيها دعنا نعطي طبعاً المام شامل عن التطبيق فيه طبعاً التطبيق يتضمن أرشادات كاملة لكل دواء بما فيها صورة الدواء الرشادات اللي فيها أنه إحنا لو أنا فتحت أي تطبيق عالمي بلاقي مثلاً أطلق أسأل عن دواء معين يعطيني كامل صفحة صفحة 2-3 صفحات عن الدواء كامل إحنا هنا لا فيه التطبيق ما نتفادي هذا الشيء يعني أنا اليوم أبحث كصيدراني أطلب الدواء معين يعطيني كل شيء استخداماته والجرعة ماله ومتى ما يستخدمه والسايد أفكس ماله والطرق الوقائي والاستخدامه في الحوامل والأطفال إحنا حملنا هذا التطبيق بأسلوب أسهل التطبيق شو يكون هذا التطبيق هذا ما فتحناه كأنه كتاب ممكن يعني لا أملنا مثلاً أنا والله كمستخدم كمستخدم أبرأ بس غابرأ أشوف استخداماته فيفتح لي أطلب بس يقول لك أفتح الدواء أقول والله أنا أبرأ هذا الدواء هي صورة شكله يقول لي أبرأ استخداماته فقط فيعطيني بس استخداماته ممتاز ما يفتح لي كل الصفحة يقول لي أنا أبرأ أستخدم مثلا بس الآثار الجانبية فيفتح لي أثار الجانبية أستخدم مثلا جزئية اللي هي مثلا مثلا في الحوامل هل يستخدم في جزء هذا هذا جزء واحد هذا في التطبيق ثاني شيء فيه شيء ثاني فيه تواصل بين المستخدم والصيدلاني وبشكل مباشر يعني ممكن يسأل المستخدم للتطبيق والله عنده سؤال معين حدث عنده شيء معين أنا أجاوب على طول مباشرة يبعث لي المسيج من عنده وأجاوب على طول مثلا والله أنا نسيت آخر الدواء الفناني شو أسوي أقول لي والله إخذه أو لا اتفادى أو مثلا والله أنا خدت جرعتين بل ما أخد جرعة واحدة بالغلط بالخطأ شو أسوي أو مثلا والله حصل حالة تسمم شو أسوي بدواء معين أو والله عندي دواء من تهي صلاعيتي شو أسوي أو حطيت الدواء مثلا في السيارة نسيته ففي تواصل بين الصيدلالي وبين مستخدم مباشرة بشكل مباشر دكتور نحن بس لأن الوقت قاعد يداركنا وعندنا كثير من المحاور بس إحنا لازم نعطي التطبيق حقا في جزئيتين إنه هي طبعا في التحديث بتنزل معلومات للماضي عن الفيتامين دال عن ضهوم بالشمس عن المضادات عن استخدام قطاة العيون وإلى آخرين زاعد بينزل عن الأعشاب في التطبيق إن شاء الله ممتاز التطبيق متى بيكون على متاجر إذن خلال أيام بيكون على متاجر الهواتف الذكية هذا التطبيق نحن ما نتواصل معك دكتور لأنه ما خلصنا المحاور يعني حديث معك شيء وجميل ومليء بالمعلومات لكن نحن رح نوقف معاكم فاصل قصير لكن قبل ذلك خلونا نذكركم بسؤال المسابقة حملة الدواء سلامة وعطاء تتعلق بالتخلص الآمن من الأدوية كيفية تناول الدواء أم النظام الغذائي الصحي يمكنكم رسالة الإجابات على 4006 وما نتواصل مع الدكتور بعد هذا الفاصل صحة وسعادة نجدد بكم اللقاء مستمعين الكارم وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم صحة وسعادة ونجدد التحية كذلك للدكتور علي السيد مدير إدارة الخدمات الصيدلانية بهية الصحة بدبي دكتور كنا تحدثنا في الجزء اللي مضى في البرنامج عن تطبيق دوائي لكن إدارة الخدمات الصيدلانية عندها العديد من الخدمات الأخرى اللي تقدمها أيضا قبل ما نطرق لبعض الخدمات هذه خلنا نتحدث الدكتور عن حملة الدواء سلامة وعطاء وأيضا نحن نقول حملة الدواء سلامة وعطاء هو سؤال حلقتنا اليوم يعني ركزوا مستمعينا في الإجابة دكتور فكرة عن الحملة بشكل عام متى بدأت وما هي الحملة بدأت من 2012 في شهر سبعة واطلقت بس كانت داخلية داخل لهذه الهيئة وبدأنا أطلقناها والجمهور تفاعل معنا والمجتمع تفاعل مع الحملة وكان هدفها أننا احنا اليوم في المرضى يعني باختصار أن المرضى عندهم أدوية في البيوت فيه أدوية منتهت الصلاحية فيه أدوية مثلا ما خزنة تخزين صحيح في التالفة وفيه أدوية صالحة للاستعمال لكن هم ما ما يستخدمه لأنها خلص تم إيقاف استخدامها ففيه أدوية كميات في البيوت طبعا هاي تؤدي إلى شنو؟ تؤدي إلى خطأ ممكن أطفال يأخذونها بالخطأ ممكن نفس الكبار هم يأخذون بالخطأ يأخذون أدوية منتهية أو تالفة فكانت الهدف منها أنه طبعا زاعد إطلافها ممكن يأذي البيئة لأنه ممكن يأخذون الأدوية ويأمرها في الحاويات أو في مجاري المياه وهي تؤذي البيئة فلذلك احنا كان الهدف منها أنه جمع كل الأدوية وهذه بعد ما موجودة عالميا من الشكل هذا من الشكل الفكرة هاي وجمع الأدوية كلها وبعدين الصيارة يقومون بفرز الأدوية الصالحة وعن الأدوية التالفة أو منتهية صلاحية التالفة أو منتهية صلاحية توضع في علب وكاراتين وتم إطلافها مع جهات المعنية بشكل صحيح لا يؤذي البيئة هذا الشيء واحد أما الأدوية الصائحة للاستعمال فيقوم بجمعها ووضعها بعد في علب وهذه وكاراتين ويعطائها للهلال الأحمى أوكي لتوزيعها على الجمعيات الخيرية أو مثلا يودها أماكن للدول اللي هي المحتاجة طبعا هذه عملت يعني نقلة وقفزة وعني شراكة بيننا وبين الهلال الأحمى بين هيئة الصحة في دبي وبين المجتمع ومع الهلال الأحمى دكتور أنا بس لأن هناك الكثير من السفسارات عن تطبيق دوائي يقولون متى راح ينزل التطبيق نحن نقولهم أن تم أطلاق التطبيق بشكل تجريبي وخلال أيام إن شاء الله بيكون متوفر على الأسواق الخاصة بالهواتف الذكية اللي هو الأبل ستور وغوغل بلاي عموما دكتور نرجع للحديث عن حملة الدواء سلامة وعطاء آلية التبرع بالأدوية وماكن التبرع فيها كل شخص وكل إنسان في المجتمع يستطيع أن يأخذ أدوية الذي لا يحتاج لها ويذهب بها إلى أي صيدلية تابعة لهيئة الصحة ممتاز سواء في مستشفى لهيئة الصحة أو المراكل الصحية ويسلمونها الصدلات منه وبعدين يتم طبعا فرزها ورسالها إلى المخازن مخازن هيئة الصحة لوضع كل واحد على حدة طيب وثم التبرع بها الجهات اللي يتم التعاون معها للتبرع بهذا الأدوية هل هي الهلال الأحمر فقط أم هنالك نحن كنا سابقا نتعاون مع حتى جمع الخرية بس الحين حددنا الهلال الأحمر ونتعاون مع الهلال الأحمر والحمد لله أطيناهم أدت يعني كانت في حملات تعاونة الهيئة نعم تعاوننا معهم لأخذ إلى بعض الدول والحمد لله كانت فيها يعني حملة كانت ثمان ملايين وحملة كانت أربع ملايين والحمد لله يعني ومحنا ماشيين هذا شيء مستمر على طول إن شاء الله الله يوفقكم دكتور في هذه الحملة لكن أيضا خلنا نتكلم عن خدمة جديدة أطلقتها إدارتكم اللي هي خدمة زاجل لتوصيل الأدوية زاجل من الحمام الزاجل نزيل خلنا نتعرف عن هذه الخدمة يا ترى شو هي والهدف من أطلاقها طبعا نحن نمشي حسب توجيهات قيادة نرشيدة وهي إنه يصال الخدمة للعميل هذا هو واحدة ثاني شيء إسعاد المجتمع وإسعادها في هذا المجتمع إحنا اليوم نتكلم عن طبعا ناس مجتمع أنهم التزامات في أعمالهم في بيوتهم في حياتهم اليومية فطبعا كل واحد ممكن مثلا يكون فيه منهم مرضى يعني يوصل للمستشفى الحين هو أخذ الوصفة طبعا نكون عنده وصفة هاي الخدمة إنه إنه إحنا نوصل الخدمة الدواء إلى مكاتبهم أو منازلهم حسب رغبتهم هما عنده home delivery فإحنا نوصلها إليهم كيف أهم شيء يكون عنده وصفة في هذا طبعا هذه تخدمة بحيث إنه اليوم أوصل إليه في دبي أو حتى خارج دبي يعني في أي إمارة تبعا للدولة سواء رسل خيمة في أي مكان توصل بدون ما يوصل للمستشفى فقط تقدم طلب للخدمة والدواء هذا يوصل إذا كان عنده وصف للنظام يوصل للخدمة المقسمة للخسمين واحد جل الطبيب وشاف الطبيب قال أنا ما بنتظر في المستشفى بسير البيت وبعثوا للدواء البيت هذا جزئية واحدة جزئية ثانية لا واحد مثلا مكتوب للدواء لما بدأ ستة شهور وأخذ ثلاثة شهور وقلوا والله أنا بعد ثلاثة شهور مثلا ما بجلي بس أنا أه بعثوا للدواء فيبعثوا في خلال 24 ساعة من طلبة يوصل للدواء إلى البيت أو لمكتبة ممتاز يعني يمكن الحصول على هذه الخدمة وتقديم الطلبات الاستفادة منها من خلال تواجدك أثناء توجدك في المركز الصحي أو في المستشفى أو من خلال الحاتف جزئتين بعد هنا عندي أنا أتكلم عن أي واحد يأخذ يعني عنده وصفة سواء كان يعني هو أي واحد عنده عميل مع الهيئة سواء كان مواطن أو وافد يعني أي عميل ثاني شيء أي واحد يكون سواء مرضى داخليين أو خارجين يعني في القسم ممكن يطلع سيل البيت ويبعث للدواء بدون ما ينتظر فهذا تعمل شنو تعمل أول شي للمجتمع خدمة بحيث أنه ما يضيع وقته للمجتمع ما يبتعد عن عمله يكون إنتاجية ما يأثر على عمله أن يأخذ إجازة على سياخد دواء أو يبتعد عن وظيفته الجزء الثاني تقلل يعني عدد الأشخاص والزحمة والتجمع في الصدق في المستشفيات فتقلل ففي النهاية توصل شنو توصل لنا خدمة تؤدي إلى سعادهم وإزياد طبعا يعني ممتاز دكتور الآن في عملية توصيل هذه الأدوية هل تم مراعاة ضوابط الشروط التي تضمن سلامة ومأمونية تخزين ونقل الدواء من ناحية وأيضا التأكد من أن المريض نفسه هو اللي بيستلم هذا الدواء طبعا المريض يستلم بالآيدي ممتاز تعرف عن المريض بالهوية ففي ضوابط استلامة نتأكد أن هذا هو الشخص أو شي ثاني في نقلها نعم تنقل في ثلاجات تنقل في ثلاجات أو في حاويات بارد طيب دكتور هل التوصيل هذا عليه عليه رسوم معينة في رسوم رمزية يعني إذا كان داخل دبي فهي 35 درهم وإذا خارج دبي أي مكان في خارج دبي أي مكان في الدولة 55 درهم أعتقد يعني رسوم جدا رمزية وهذه للمواطنين والمقيمين لأي واحد عنده وصفة في الهيئة سواء كان وافد أو المهم أن يكون الشخص عنده وصفة يعني عنده أهم شيء أنه عنده زيارة للطبيب والطبيب كاتب لدواء وهو يبغي الخدمة يقدم الخدمة يبغيها وسهولة أنه يطلب الخدمة في ممتاز دكتور أنا على عجالة بس بسرك بعض الأسئلة الواردة إلينا وعطني إجابات مختصرة بس عشان نقول الخدمة كيف تقدم الخدمة ممكن تقدم فيه فوم يدخل على موقع الهيئة ويطلبها وهو www.dha.gov.ae هذا خدمة ممكن يقول والله أنا ما عندي الخدمة هذه إن شاء الله طبعا ممكن بالتلفون يتصل على أي رقم بالصيدليات أي صيدلية أي صيدلية خاصة أنا أبغي هذا إذا هو يواجع ويعطيهم على طول يملي الصيدلي ممتاز والأرقام اللي يبغي يحصل الأرقام الصيدليات أو أرقام المستشفيات ممكن يتصل على ثمانمية ثلاثة أربعة ثنين وبي في دونه هذا الشيء الثاني الشيء الثالث ممكن يأخذ عند الطبيب يقول أنا أعطوني الفهم يملاع بيدا ويعطيهم مياه ويجب ممتاز من خلال التطبيق إن شاء الله في الأيام القادمة إن شاء الله ينزع على التطبيق بعد ويقعث على طلب المسج إذن هذه كل الوسال متاحة لكم للاستفادة من تطبيق أو من خدمة زاجل لتوصيل الأدوية الدكتور في سؤال يقول في حال صرف دواء خاطئ للمريض يا ترى ما هي الإجراءات التي تقومون فيها طبعا نحن نتواصل مع المريض إذا كان اكتشف أن التنصر أول شيء أول شيء أن نحاول لا يكون في صرف خاطئ لأننا في نظام يسمونه يعني صيداني يجهز الوصفة وصيداني آخر يعني يتأكد من صحة الوصفة ففي صيادة اثنين يتشاركون فيها اثنين طبعا بعد هذا قد تحصل من البشر نادرة ما تحصل الأخطاء فإذا حصل الخطأ على طول إذا تم اكتشافه مباشرة يتم الاتصال بالمريض أما إذا اكتشف يعني بعد مثلا مدة معينة مثلا خلنقول في شفته الثاني أو اليوم الثاني فعليه يتمواصل مع المريض وإيقافه وطبعا إحضار المريض وهذه والله دكتور في الكثير من الأسئلة يعني وصلتنا لكن للأسف نحن الوقت تدركنا معك والحديث شيغ جدا وإن شاء الله نوعدكم في القادة من الأيام كذلك من صديف الدكتور في حالة كانت عندنا مجموعة السفسارات أكثر عن تطبيق دوائي الدكتور علي السيد مدير إدارة الخدمات الصيدلانية بهية الصحة بدبي شكرا جزيلا لك ونتمنى لكم التوفيق الدائم الآن مستمعينا ننتقل لموضوع آخر وهو كنا قد وعدناكم بالأمس أن نتواصل مع الدكتورة مونة تهلك المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة للحديث عن مركز دبي الدولي للمناظير الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط دكتورة صبحت الله بالخير سامحين صبحت الله لا أخي محمود لا أبدا الله يسأل دكتورة خلينا نتحدث عن هذا المركز والخدمات التي يقدمها للمرضى إن شاء الله أولا قبل أن أتكلم إن شاء الله عن المركز أنا بس حبيت أشكر سيدي صاحب السمو الشيخ نحمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حافظ دبي على تشجيع وتبنيه للابتكار وكذلك حبيت أشكر معاه الحميد القطامي على دعمه المستمر بالنسبة للمركز أخوي محمود مركز دبي الدولي والعالمي لجراحة المناظير النسائية هو عبارة عن مركز متخصص في الجراحة عبر المناظير يعني 95 ل99% من العمليات رح تتسوى عن طريق المناظير بدون الفتح اللي هو الطريق الاعتيادي للعمليات نعم هو المركز الرياضي الأول من نوعه في المنطقة لتقديم العلاج للنساء سواء كانت هذه الأمراض يعني حميدة أو الخبيثة منها وهذا اللي يعني اللي يميزنا عادة مثلا المراتب اللي موجودة قد تقدم علاج فقط لنوع معين لكن نحن شاء الله عنا يعني بتكون أكثر من تخصص وأكثر من مجال بضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضف ويقدم فضلا أنا أنا عندما أتكلم أقول عن مركز دولي أعتقد أنه يشمل بعض الجوانب الأخرى الخاصة بالتدريب الخاصة بالبحث إذا أنا قلت مركز صحيح صحيح صح يعني عالمي أو دولي لأنه يقدم المستوى الأمثل يعني اللي احنا نسميه state of the art في العلاج على أيدي خبرات يعني عالمية وأجهزة متطورة ودقيقة جدا وطبعا هذا كله ما يسوي إلا بطريق عمل متكامل أخي محمود وأي مركز مثلا بهالمستوى لازم يقدم طبعا التعليم والتدريب فإحنا عمنا التعليم والتدريب معترف فيه عن طريق الأكاديمية الأوروبية والجمعية الأمريكية لجراحة المناظر يعني فإن شاء الله إحنا أول مركز يقدم برنامج الزمالة في دولة الإمارات في جراحة المناظر النسائية ممتاز دكتورة يعني التجهيزات والإمكانيات والكفاءة الطبية العاملة في المركز هل هي على هذا المستوى الذي يأمل العميل؟ نعم أكيد بإذن الله تعالى يعني أنا بس إذا عندي وقت كتابة أقول لك أن طبعا العمل هذا يعني إحنا ما نوصل الله سبحان الله في يوم أو يومين كان يعني جاء إطلاق المركز على مراحل المرحلة الأولى كانت لما حصلنا على الاعتراف الدولي كمركز تميز سنتر أكسلمت من قبل الجمعية الأمريكية لجراحة المناظر وكان هذا الاعتراف في سبتمبر 2014 وكاننا وقتها يعني مثلا ننسوي تقريبا ما يقارب العشرين أو خمسة وعشرين حالة في الأسبوع والحمد لله يعني كانت استراتيجيتنا واضحة أن نحن نظر أن نكون الأفضل والأول في المنطقة فقدرنا طبعا فتذر الله وبتوجيه يعني القيادة أن نستقطب خبرات عالمية يعني أنا اليوم عندي غير طريق العمل اللي ما شاء الله يعني موجود بعد في طريق العمل عندنا الفروفسور هذا أخوي محمود يعني طيونير في نجالة خبرة ثلاثين سنة وماشاء الله ياي ويعني موجود مع فريق العمل في التطوير والتدريب والتعليم وتقييم أفضل الخدمات إن شاء الله للمتعاملين دكتورة مونة أهلك المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة نحن نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله وأيضا رح نستضيفك في القادم من الأيام معانا في الستوديو على أساس نسلط الضوء على الكثير من الخدمات اللي تابعة لمستشفى لطيفة شاكرين لتش هذه المداخلة وكل التوفيق دكتورة شكرا العسوة الله طيب الآن بس نذكركم بالمسابقة مستمعين الكرام سؤال الحلقة يقول حملة الدواء سلامة وعطاء تتعلق بالتخلص الآمن من الأدوية أم التخلص الآمن من الأدوية أم التخلص الآمن من الأدوية رسلونا الإجابات على أربعة صفر صفر ستة ونمر عصب أني أنا غششتكم لكن أتصور نحن اللي تابعنا في البرنامج من البداية أكيد يعني معظم الأجوبة كانت صحيحة في هذا المجال عندنا مداخلة أخرى بما أننا نحن اليوم يصادف السادس والعشرين من نوفمبر ترى هذا اليوم هو اليوم العالمي لمكافحة السمنة عفوا غدا سوف يصادف اليوم العالمي لمكافحة السمنة أحصايات منظمة الصحة العالمية تشير إلى زيادة معدلات السمنة في العالم بأكثر من الضعف منذ عام 1980 في عام 2014 كان هناك أكثر من مليار وتسعمية مليون شخص في العالم فوق سن الثامنة عشر يعانون من زيادة الوزن منهم حوالي ستئمية مليون شخص مصاب بالسمنة أيضا في عام 2013 كان هناك تنين واربعين مليون طفل دون سن الخمس سنوات يعانون من زيادة الوزن أو السمنة كل هذه الأرقام والإحصائيات تخلينا نوقف بشكل قوي عند هذه الأرقام ونحاول قدر الإمكان أن نساهم في تقليل هذه النسب الدكتور ناظم أحمد الرفاية خصائي أول جراحة المناظير والسمنة بمستشفى راشد معنا عبر الهاتف أهلا وسهلا بك دكتور وخلنا نتحدث عن الفعاليات التي تقيم هيئة الصحة بدبي في هذا المجال والاحتفال العالم بهذه المناسبة أهلا يا خير كريم أهلا دكتور صباح الخير نحن صراحة اليوم عنا بمستشفى راشد كان لقاء أو حدث في مناسبة يوم السمنة العالمي أهلا فكرة إحداث منظمة الصحة العالمية لهذه الأيام اللي هي يوم السمنة ويوم التدخين هو القاض على الأوبئة الأكتر أو الأوبئة التي تشكل أكتر خطورة على الصحة في العالم أهلا أو للأسف مرض السمنة نعم هو من الأمراض اللي صار من الأمراض على يعني يتربى على أعلى قائمة ثلاثة أمراض خطيرة على الإنسان أو البشرية نعم الأرقام اللي ذكرتها أنت حتى مرعبة أنا بالنسبة لي صراحة أنا الجراحة اللي عم باشتغل به الموضوع كل يوم لأنه الموضوع عم يزاد كل يوم يعني وشعورنا نحن جراحين البدانة أو الأطباء العاملين بمجال البدانة أنه هو مرض يعني يمشي يمشي النار في العشيم صحيح يعني انتشاره سريع صراحة ويفتك بالأرواح دكتور صراحة المشكلة أنه الناس بتتصور أنه هي مشكلة مشكلة زيادة وزن أو بيعتقدوا أنه هي العملية عملية تجميلية أو أنزال الوزن هو الموضوع تجميلي الموضوع أخطر لأنه هو صراحة تراكم الدسم أو تراكم هذا النسيج الدهني في الجسم هو نحن نعتبر عضو جديد من سميه هو يعني هو عبارة عن عضو سام عم يفرز توكسين التوكسين هي عبارة عن سموم ضارة وهذه السموم بتهاجم كل جهزة الجسم تقريبا يعني بتهاجم الكلية بتعمل مشاكل بالكلية بتهاجم القلب بتهاجم اللوعية الدموية بتهاجم الغدد الصماء بتهاجم البنكرياز فهالمرضى اللي بدانا معرضين لأمراض أكثر من أي طائفة أخرى من المشبن من المرضى نعم طيب دكتور يعني حتى بالنسبة لهذه المرض يعني أحيانا تحصل لك أمثال أطلقوها يعني يقولولك عندكم عند الإخوان الشاميين الزلمة من غير كرش ما يسوى إرش يقولون طيب حتى كانوا يتغزل بالنساء أنه وجهها مثل 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 أمر أنه مدور ومليان يعني وكان الموضع غزل بالنساء بس حاليا الموضع مختلف تماما صراحة صحيح طيب دكتور نحن بس نبغي نوجه دعوة للجمهور وين يتوجهون على أساس يحضرون الفعاليات الخاصة باليوم العالمي للسمنة هو صراحة مستشفى راشد بالنسبة لنا نعم لدينا الحدث نقام بمستشفى راشد المدخل الرئيسي عندنا محطات مختلفة شو هي المحطات هذه دكتور؟ طبعا نحن نبدأ في المحطات أول محطات التي يتعالج المرضى ما قبل الجراحة نعم يعني عندنا محطة للتغذية تشرع عن أنواع التغذية الصحية حتى من العصائر انتهاءا بالأكل بعدين راح يكون في محطة ثانية عن العلاج الغذائي أو العلاج بالدايت يعني بضبطه بعدين عندنا محطة لما المرضى ما يتحسنوا على المواضيع هي عندنا محطة للعلاج مش بالجراحة هي بالمناضي الهضمية من طريق البالون أو عمليات الجديدة اللي حاليا بسوها الزملاء بأمراض الهضم اللي هي بالون أو طوي جدار المعد الداخلي ويبدأنا فيها مستشفى راشد يعني حديثا وعم تعطي نتاج للأوزان يعني القليلة أو يعني يعني احنا عادة نحسب شيء نسمي مقياس الوزن اللي هو بيماي أو يسموه اللي هو من قسم الوزن على مربع الطول بيطلعنا لرقم صحيح الرقم اللي هو تقريبا المعدد المعدد الرقم اللي فوق 35 هذول المرضى غالبا رح يروح لجراحة اللي تحت 35 عم نحولهم للإجراءات الهضمية المحطة الثانية تفرح طبعا على موضوع الجراحة نزلتوهم لن 35 دكتور كانوا سابقا نعتقد 38 لأن الدكتور كانت في بعض المفاهيم الخاطئة يعني أحيانا دكاترة الجراحين يرجعونهم يقولونهم أنتو بالرياضة وبالتنظيم الغدائي ممكن تنزلون هذا الوزن لأن الكتلة لازم تكون 38 فيقوم المريض يزيد وزنه عشان يدخل العملية هذه شوف أنا في نقطة كتير مهمة أنا أتمنى الناس يسمعون يفهموا هذا الموضوع جدًا مهم نحن لما المريض نحط رقم معين هو صراح ليس 35 هو 35 مع وجود مرض مرافق اللي هو سكر بالضبط بالضبط هلأ نحن العمليات نعملها على بي ماي 40 إذا ما في عندك سكر يغضغط 35 مع سكر يغضغط المشكلة لأنه لماذا منعمل لل30 لا يمكن المريض 30 المريض البي ماي 30 لا يمكن العملية لأنه وسائل أخرى ممكن أنه تكون بصراحة جراحة هي عمل جراحي أنا شخصيا أتمنى أن تجند الجراحة مع عمل عملية فإذا هناك وسائل ثانية للقضاء على الموضوع أو معالجته ما قبل الجراحة نحولهم على اختصاصها الثانية أما المرضى حتى المرضى التي نحن نحطهم على جدوى العمليات هذه نقطة مهمة كل جراحين البدانة يجب أن ينصحوا المرضى لازم ما يزيد وزنه قبل العملية ممتاز نحن نحاول نحط المرضى على جدوى قبل العملية بشهرين نحاول ننزل وزنه على الأقل 7 كيلوغرام أو 5 كيلوغرام لما ندخل على البطن عند المريض اللي ما نزل وزنه الكبد بيكون مسكر كل ساحة العمل الجراحي ونعملية جدا صعبة لازم بالعكس هو المريض اللي بديه عملية لازم نزل وزنه ونحاول ما أن المريض أنه والله عندي عملية لازم خلص فعلا في مرضى بياخده راحةهم بالأكل وبصيره بيأكله أنا أنا راح أحر وحنا عمل جراحي طيب ممتاز دكتور ناظم أحمد الرفاعي خصائي أول جراحة المناظير والسمنة بمستشفى راشد نحن شكرين لك هذه المداخلة ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في فعالياتكم بمناسبة يوم السمنة العالمية كل الشكر شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لكم شكرا دكتور نمر لازم ناخذ لك موعد عند الدكتور طيب عموما نحن الآن سنجري القرعة ومناخذ اسم الفائز معنا في مسابقتنا اليوم حملة الدواء سلامة وعطاء نقل لكم الإجابة قبل شوية اللي هي التخلص تتعلق بالتخلص الآمن من الأدوية وركزنا على هذه الحملة من خلال وجود دكتور علي السيد معنا في هذه الحلقة الفائز معنا أنا عطيتوني الورقة لكن ما عرف أقرأ الاسم إلياس عاطف عبدالعزيز الفائز معنا اللي اختار الكمبيوتر إلياس عاطف عبدالعزيز هذا هو الفائز وهذا عشان السوشيال ميديا يشوفونا بعد بس لا تصورين الرقم طيب ألف مبروك ألف مبروك للياس عاطف عبدالعزيز الفائز معنا بألف درهم مقدمة من هيئة الصحة بدوبي ضمن احتفالاتنا بسبوع الإمارات تبتكر أيضا بهذا الخصوص أنا ما وجهت لكم دعوة كم عندي وقت دقيقتين دقيقة طيب بشكل سريع مستمعين ندعوكم لحضور فعاليات القرية الصحية للابتكار اللي بتحصلون تفاصيلها اللي حاب يستفسر أكثر عن الموقع وكذا ممكن على 8342 يتصلوا ويزودون لكن الموقع إن شاء الله ما يضيع اللي هو في الكايت بيتش على شارع اجميرة شاطئ اجميرة الفعاليات مستمرة هناك فيها الكثير من الفعاليات اللي إن شاء الله بتستمتعون فيها وأيضا ندعوكم كذلك لحضور برزة الابتكار فيها مفاجأة اليوم اللي يبغي يحضر بيتعرف عليها وبيشوفها على أرض الواقع أعتقد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم كانت حلقة مميزة مع المداخلات والأطباء اللي اصدفناهم من خلال هذه الحلقة نحن مستمرين معاكم عبر برنامجكم صحة وسعادة وتمنياتنا لكم دائما بالصحة والسعادة تتقبلوا تحياتي محمود يوسف ومن الإخراج نمر محمد عبده وفريق الإعداد بهيئة الصحة وكل الشكر والتقدير لكم وإلى اللقاء صحة وسعادة برعاية هيئة الصحة بدبي